ذكرت في نص كلامك دلوقتي رئيس النادي في الجملة بس أنا ما فهمتش توصد أنه رئيس النادي وإنت عايز تقفل على الفرقة كان فيه تدخلات بتحصل شمالك أنا عادة أكريم ما بديش دماغي يعني خلاص أنت مجلس إدارة أو الناس المسؤولة في النادي طبعا ليه كل الاحترام والتأدير لكن في الأول وفي الآخر فيه حاجات بتحصل جوه الشغل أنا بحب أنا بتعامل المباشر مع اللعيبة وهم بصراحة يعني دوني كامل الحرية في الحتة دي لكن أكيد فيه واحد أو اثنين ما بقاش الأمور برضو بيستهواها الكلام دوت وبتبقى متضايقة من بعض الحاجات لكن أنا خدت كامل الحرية واشتغلت بالفرقة وأنا بقول لك يمكن أحسن فترة من الفترات اللي أنا اشتغلت فيها أنا مبسوط جدا الحمد لله رب العالمين أنا حتى لما سبت الفرقة ومشيت حمزة نفس الفرقة اللي بتلعب يعني كل الأمور ماشية هي بنفس طب ليه حضرتك مشيت والله بص أنا بقول لك يعني الأمور إلى حد كبير كيتماشية بشكل معقول وفي الظروف الصعبة يعني أنت بكتشين فأكيد أنا وانا رئيس نادي مش هجأت لهم منك تكسب لي كل المطشط اللي جاي بص أنا بقول لك كريم هو موقف صعب جدا النادي الإسماعيلي في ظروف صعبة جدا عندنا جمهور بيحب النادي وبيحب الفرقة واللي لقف في النادي وعاش الفترة اللي جوه النادي هيعرف قيمة جمهور النادي الإسماعيلي فعلا بيحبوا الفرقة بشكل غير عادي يا كريم لكن هي بعض الأراء كل واحد له رأي في حتة معينة أنا مش عايز أخش في تفاصيل فيها بيني وبينك لأنها هتزعى الناس كتيرة يعني أنا لو اتكلمت في حاجات الناس كتيرة هتزعى في المجلس الإدارة أو لا في الجمهور يعني في العادي يعني في المجمل لا في ناس في بعض مجلس الإدارة لكن الواحد بيسابها لوقتها لأن النادي الإسماعيلي يمكن أنا من يوم ما مشيت ما طلقتش كلمت خالص ليه في الأول وفي الأخرى أنا بحترم المكان وبحترم الناس وظروفه صعبة وظروفه صعبة طبعا والنادي بتاعنا ما ينفعش أن أنت تطلع تقول حاجة تاني حاجة الجهاز كله اللي موجود اللي جه كلهم إخواتنا وصحابنا والواحد بيتمنى لهم كل التوفيق والأمور بقولك إحنا عايزين هده إحنا عم بقى بنزق يعني الحمد لله